سلام سلام ان شاء الله رأيكم بخير و بصحة جيدة في الفيديو نهار اليوم سوف نشارك معكم جواز بطا تاكباب بلمستي الخاصة لأول مرة تدخل القناة اذا عجبتك الفيديو نهار اليوم و طابق نهار اليوم لا عليك إلا اشتراك في القناة تفعلي زر الجرس بها يوصلك جديد بالنسبة للمقادر نحتاج قطاع دجاج حسب المتوفر بالتأكيد المؤكد لدي حبة بصل كبيرة نقطعها في الخشين سنة الثوم السمن والزيت والملح بالنسبة للزي بيس سننضي رشة صغيرة من القرفة سوف نضيف واحد النسمة و واحد البنة في الجواز من أرواع ما يكون كمون و رأس الحنود الخاص بالجواز لابير سنضيف الزيت في الكوكوت من يسخنوا أو في الطنجرة التي ستضيفون فيها كي يسخنوا لي قليلا نضيفهم قطاع الدجاج ونحمرهم الليدو كوتي هذه التحميرة سوف نضيفكم واحد البنة في الجواز من أرواع ما يكون كي يتحمروا لي نضيف عليهم البصل التي قلت لكم قطعها في الخشين وسنة الثوم تحبوا تسكر في جوهات تحبوا تقطعوها نضيف الرشة هذه الملح و لا تكثروا الملح في الجواز البيض الجواز البيض لا يحبش الملح كي لا يمكنكم تشوفوا راني نقلب فيهم مع بعض ونقلي فيهم الله الله وبعدها نقص على النار بس كي كنت على نار متوسطة حتى العالية نقص على النار ونغطي عليها حتى تثبال هذه البصل ونقص على النار ونضيف الرشة ونضيف رشة حانوة ونكمل ورشة صغيرة سوف نأكد ونقص على النار ونقلبهم مع بعض ونقليهم مع بعض على النار تكون متوسطة ونقص على السخون ونرجعها الشرور يعني المرأ قيس قيس كما رأيكم تشوفوا دجال وجهة تاحية ما زل ما تطابت تشوفوا ما شاء الله ونقص عليها في مدة 4 ساعة أو 20 دقيقة سوف يكون الججز تحب النار تكون متوسطة بتأكيد ونغلق على الكوكوت مينيت ونحيت الججز التاعي اللي طاب وضعته في بايريكس واللاصوس التاعي الله الله خليتها تزيد تتجمر وضعت عليها الحمص طيب أنا نحتفظ بها في المجمد طيب ونزيد ونقل مع الاخير الججز التاعي قلت عليهم غير فتاعة سمن ولا شوية يعني مسحة خفيفة فتاعة سمن نشغل عليه لاغ غيل في الفرن ونخلي عليه يتحمر طبقة الخارجية محمرة الله الله ومقرمشة ويأتي الججز التاعي لداخل المعسل ومعلك الله الله نضع عليها مرشة خفيفة فتاعة الكمون ونخلي عليهم كما قلت لكم في الفرن ونخفض عليهم مهما يتحرقوا لي بالنسبة للفخيت أو البطاطا سوف نقطعها شوية خشينة هكذا نضع لفخيت التاعيم لحمة في البطاطا كباب الله الله نضع عليها مرشة خفيفة فتاعة الملح لديهم الملح بعد القليان لديهم البطاطا أنا أحب أن نضعها قبل القليان ولكن يتخسرهم الزيت لكي يحافظوا على الزيت التاعيم هذه البطاطا لا تطلق الماء يعني كل واحد حر قلت لفخيت التاعيم في المقلة خفيفة فتاعة مرغارين او بالزيت لكي لا تنسق لفخيت عملات البيض هذا قلت عليها رشة تحكمونه رشة عرس الحنو ورشة ملح قليل 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 نتمنى ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم كما راكم تشوفوا مثل الطاولة التعب كيف لا ظل الله الله تقدروا تدير وعصير معها دانجو ولا بواسان المهم الجد بالموجود نتمنى الفيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم معي لا أريد في الأخير أن لا أقول لكم تهلا وفير وحتيكم مع السلامة في وصفة أخرى ان شاء الله مع السلامة